في وسط سياتل زقاق مثير حوائطه اللزجة تجتذب السائحين لا يمكن أن نعرف قصة هذه الجدران العجيبة إلا بزيارة المسرح الارتجالي الذي يؤدي إليه الزقاق ويعد من أهم معالم هذه المدينة هذا الفن اكتكر في كندا قبل أن ينتقل إلى شمال غرب الولايات المتحدة ومن هنا إلى أرجاء العالم هذا المسرح هو الأول في الولايات المتحدة الذي أقيمت عليه منافسات العروض الارتجالية كل عروضنا تعتمد على اقتراحات الجمهور نحاول جاهدين دمج ما يطرأ من اقتراحات في نسيج قصة لا نفتعل الضحك لكننا نحاول أن تخرج الكوميديا بشكل عفوي من قلب العرض الذي يكون مختلفا في كل مرة الكثير من أعضاء فرق التمثيل هنا أنشأوا بدورهم مسارحهم الخاصة في أمريكا وحول العالم القائمون على المسرح رفضوا الانتقال لأماكن أخرى رغم قدم هذه البناية وما يشاع حولها من أساطير استدعينا فريقا لمطاردة الأشباح وكانت معهم معدات وما قالوه إن أحد الأشباح كان يشاهد العرض وأخران يتعارقان دائما في المكتب الخلفي وهناك أيضا طفل شبح يلهو في المكان لم أشاهد دليلا على ذلك لكني سمعت أجراص المسرح تقرع بينما كنت وحدي هنا وذات مرة سمعنا صوت البيانو القديم دون أن يكون هناك أحد إلى جواره ولكني لازلت لا أصدق أن هناك أشباحا بعد تجديد المسرح أصبح مضغو العلك خلال العروض من المحظورات لألا تتلوث مقاعد الجماهير بالعلك المستهلك ولذلك بينما كان الجمهور يصطف في انتظار العرض بمحاذاة الجدار الخارجي بادر طالب جامعي بالتخلص من قطعة علك كان يمضغها وأصبح قدوة لغيره قام أحدهم بلصق عملة معدنية عليه باستخدام علكة وأخذ أقرانه يقلدونه وكان المشهد رائعا خاصة حين سطعت أشعة الشمس فوق مئات القطع المعدنية المتشرة على الجدار لكن جاء أحدهم في اليوم التالي وانتزع النقود تاركا العلك ودأب الجمهور بمجرد رؤية الجدار على لصق المزيد منها قبل أن ينظفوه وكان المكان هو ثاني أكثر الأماكن تلوثا بالجراثيم على الكوكب بعد حجر بلارني روائح النكهات الطازجة يمكنك شمها بمجرد الخروج من المسرح في السابق علقت لافتات لردع الناس وكشط العلك عدة مرات آخرها خلال جائحة كورونا لكن هيهات فالجدران لا تلبث تعود أشد قضارة فور انتهاء التنظيف المزيد من العلك الممضوغ يلصق هنا كل عام وما كان بالأمس يمثل دليلا على شغف الناس بحضور عروض المسرح أصبح اليوم يلقب بأكبر مكان في العالم علي جمال الدين الحرة من مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية اشتركوا في القناة